مرحبا أسر بعطيكم العافية وصبحكم الله بالخير دنيا اليوم عنا برد كتير ناقص 35 معامل الرياح حبيت أشكر جميع اللي عملوا السبسكرايب لهذا القناة وبتابعوني دايما اليوم بنحكي عن كتاب اسمه Free to Learn هذا الكتاب بالعرب اللي ممكن تترجمه التعلم بطريقة اللعب لمؤلف مشهور اسمه Peter Gray طبعا بيحكي عن طريقة التعلم الجديدة والأساليب الـ Education الجديدة اللي شبني في هذا الكتاب هو عبارة عن ست أخطاء في التعليم اللي موجود حولينا دايما سواء في المدارس الأوروبية أو المدارس العربية لكن بدي أحكي هاي الأخطاء ما بدي أحط علامات استفهام على أحد المدارس من الأخرى كتير مدارس عم بتعمل هاي الأخطاء من هاي الأخطاء هي عدم غرس الإحساس بالمسئولية بين الأطفال الأطفال ممكنهم تحمل المسئولية بكل سهولة مش عشانهم صغار في السن معناها أنهم ما بقدروا يتحملوا المسئولية بالعكس ممكن نعطيهم مسئوليات في المدرسة ممكن نعملهم أنهم يقودوا مثلا النظام في الباص اللي بيوديهم ممكن أنهم يقودوا نظام ترتيب الطلاب في الصف في الاستفاف في الدخول للمدرسة عند الخروج للفسحة مراقبة الأطفال عند أكل الطعام إذا في حد عنده إلرجي أو شي صار فلازم نعطيهم هذا الشعور بالمسئولية على القدر اللي بيستطيعوه طبعا المشكلة إحنا الكبار دائما نشعر أن الأطفال هم أقل قدرة على العمل بأمور كثيرة الشيء الثاني هو تفويد الدافع الفطري للتعلم الأطفال بطبيعتهم بيحبوا يتعلموا بيحبوا أنهم يكتشفوا بيحبوا أنهم يعملوا تجارب لكن للأسف معظم تعليمنا تلقيني ما في عمل تجربي أو عمل مخبري أو نطلع الطبيعة نشوف ندور على هذه الأعشاب اللي درسناها في الصف كل هذه الأمور مفروض أنها تدفع المعلمين إلى دفع هذه الفطرة الداخلية اللي موجودة عندهم لما نكبر أصلا بتموت هالفطرة فينا لأنها قتلت خلال التعليم السابق الحكم على الطلاب بطريقة تعزز الإحساس بالخجل المعظمنا دائما بنحاول أنه ننزل من قدرة الطلاب ما تقدر تحكي لأنه في واحد كبير بيحكي لا إذا هو بقدر يحكي سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يأم المسلمين وفي أكبر منه في الصفوف خلفه فلا يعني العمر العلم والقدرة لا ممكن هو يكون عارف أكثر مني أنا كأب وخاصة مع جيل اليوتيوب والوسائل السهلة اللي صارت تستطيع أن يحصلوا فيها عدم تعزيز التعاون هذه مشكلة كبيرة التيمورك إشي مهم جدا معظم مدارسنا بتعتمد على الانفرادية بدأ أحكي لكم قصة صارت مع ابني في المدرسة إجا ابني منزعج لأنه حطوه في البروجيكت مع طلاب ما بيحبهم فرحنا على المعلمة نسألها فتقول إحنا متعمدين ذلك نشوف الطلاب اللي ما بقدروا يتماشوا معهم وبنحطهم مع بعض في جروب واحد مش الطلاب اللي بتماشوا معهم أو أصدقائهم ليش عشان نفهمهم أنه الهدف السامي اللي هو البروجيكت هذا اللي لازم تخلصوه هو المهم مش العلاقات الشخصية وهذا بالعكس بيقويهم وممكن أنه يسويهم صحاب بعد فترة لأنهم بصيروا هذا وطبعا هذا بيخفف من شيء مهم جدا في المدارس اللي هو أو السخرية من الأطفال اللي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة في أطفال كثير منتحروا في أطفال كثير يحبطوا بصير عندهم مشاكل نفسية من وراء السخرية من الأطفال الثانية فلازم نحارب هذه النقطة النقطة الخامسة وهي قبل الأخير لعدم تنمية الحس النقد عند الأطفال لأن الأطفال ممكن ينقضوا الأباء ممكن ينقضوا المدرسة هذا شيء طبيعي لازم نحن نأخذ هذا النقد ونحاول نناقشهم فيه بما طبعا ممكن أن يكون نقدهم فعلا فيه محل وممكن أن يكون خاطئ فلازم نناقشهم فيه نقاش أكاديمي وعلمي وليس أو لا إخرص هذا الموضوع وطبعا عدم تنمية المهارات والمعارف هذه مشكلة كبيرة أنه عندنا كتب أو كوريكولمز موجودة يتبعها المدرس وهذا شيء جيد لأنها ممنهجة ومدروسة ولكن يجب تنمية هذه المعارف الآن التكنولوجيا صارت بيد جميع الطلاب تقريبا وهذا بأدي أن يعرفوا أكثر منا في أشياء كثيرة لما يعمل بحث الولد يتوسع علمه ليس بس يظلوا في الكتاب لا يطلعوا على الإنترنت وتشوفوا الأماكن اللي موجودة في النهاية بدي أحكي أو أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم رائعين وكلكم مسؤولون عن رعيته هذه أمانة في عناقنا إذا أردنا مستقبل جيد لأنفسنا فيجب أن نبدأ بتربية أبناءنا تربية صحيحة وتبدأ تربية في المنزل وتنتهي في المدارس إن شاء الله رب العالمين نقدر نأملهم بيئة جميلة وبيئة جيدة وسلام عليكم